الحمد لله رب العالمين أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين رب العالمين هو الرحمن الرحيم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليل خيرته من خلقه بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أنار الله به السبل أشرقت به الأرض بعد ظلماتها أنار الله به القلوب هدى به من الضلالة بصر به من العمى دلنا على أحسن عمل وأكمل طريق هدانا إلى الصراط المستقيم كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فادعوه بها إنها الأسماء الحسنى إنها أسماء الله التي وصفها وصفا يجمع كمالها ويكشف بهاءها ويدل على عظمتها يقول ربنا جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويقول جل وعلا وله الأسماء الحسنى فهو سبحانه وبحمده الذي اصطفى من الأسماء أحسنها حسن الأسماء أيها الإخوة والأخوات أيها المشاهدون والمشاهدات ليس في بهاء ألفاظها فقط بل حسنها في ألفاظها وحسنها في معانيها وحسنها في أثارها وثمارها وحسنها في الدلالة على من تسمى بها فهي حسنها من كل وجه والحسنة حسنة وهي من صيغ المبالغة الدالة على نهاية الحسن أكمل الحسن غاية الحسن فليس فوق هذه الأسماء حسن وليس وراءها حسن بل هي حسنة في كل وجه من أوجهها وهي دالة على أعظم موجود وهو الله سبحانه وبحمده أيها الإخوة والأخوات الله تعالى ذكر لنا في محكم كتابه أن أسماءه حسنة وأمرنا بأن ندعوه بها قال سبحانه وبحمده ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها فكيف ندعو الله تعالى بأسماءه الحسنة؟ أمر الله تعالى بدعائه بأسماء الحسنة عموما وخص منها أسماء فذكر على وجه الخصوص يقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها ويقول سبحانه وبحمده قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة سبحانه وبحمده يعني ادعوه بهذه الإسمين وبغيرها من الأسماء التي تسمى بها وأخبر بها عن نفسه جل في علاك الحي والقيوم والسميع والعليم والبصير وسائر ما أخبر به تعالى من أسمائه الجليلة الكريمة السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان وينبغي أن نصل إلى وضوح فيه هو كيف نحقق ما أمر الله تعالى به في قوله فادعوه بها كيف نحقق ما أمر الله تعالى به في قوله قل ادعو الله أو ادعو الرحمن المتبادر إلى أذهان كثيرين أن الدعاء بأسماء الله تعالى الحسنة هو أن نقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا عزيز يا كريم يا قوي ونأتي بمسائلنا بعد ذلك وهذا بالتأكيد أحد صوري وأحد معاني الدعاء بالأسماء الحسنة فالأسماء الحسنة دعاء الله تعالى بها يكون على صورتين في الجملة الصورة الأولى هي ما ذكرتها قبل قليل وهي صورة سؤاله بأسماءه الحسنة سبحانه وبحمد بأن يقول المؤمن يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين أو أنه يذكرها في دعائه توسلا كان يقول رب هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب على سبيل المثال أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم هكذا يدعى الله تعالى بأسماءه الحسنة إما بندائه بها وهذا مطابق تماما للدعاء لأنه نداء وإما أن تذكر أسماءه جل في علا في ثنايا الدعاء وهذا كثير وسيأتي له نماذج في كلام الله وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه النوع الثاني من الدعاء وهو الذي يخفى على كثيرين هو دعاء الله تعالى تعبدا وتذللا بأسماءه الحسنة وهذا في الحقيقة أعلى مرتبة من الأول أن تدعى الله تعبدا بأسماءه الحسنة تتعبد لله بأسماءه الحسنة دعاء عبادة دعاء ثناء دعاء حمد دعاء تمجيد دعاء تقديس هذا يغفر عنه كثير من الناس لأن الإنسان يبادر إلى حاجاته ومسائله ومطالبه ويغفر عن معنى مهم في دعاء الله تعالى وهو أن الله إذا اشتغل العبد بذكره والثنى عليه وتمجيده وتقديسه وحمده يبلغ من عطاء الله وإحسانه وبره وفضله وإن عامه ما يفوق خياله ما يفوق تصوره أنت تتعامل مع من تتعامل مع الجواد الكريم تتعامل مع الحميد المجيد تتعامل مع ذي الفضل والإحسان تتعامل مع الغني الذي بيده ملكوت كل شيء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه بحمده وهذا المعنى مهم يشير إليه حديث أبي سعيد الخدر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين الله أكبر إنه جزيل الإحسان من رب إذا اشتغل العبد بذكره وتقديسه وتمجيده والثنى عليه بلغ العبد أعلى مما يؤمل يعني لما تقول يا ربي أعطني يا ربي أغفر لي يا ربي ارحمني أن تسأل مسائل محددة ترى أنها تجلب لك الخير في دنياك أو في أخراك والله عز وجل كريم لا يخيب من سأله ولا من طالبه ولا من قصده وتوجه إليه سبحانه وبحمده فإنه لا يخرج السائل إلا بخير لا يطرق باب الله أحد فيرجع خائبا إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه ثم يردهما صفراء أي خاليتين من عطاء وخير وبر لكن أعظم من هذا هو عندما تشتغل بتمجيده وتقديسه وحمده والثنى عليه تدرك فوق ما تؤمل تدرك خيرا مما لو سألت بلسانك أعطيته خيرا ما أعطي السائلين أنت أنت تفوض الله تفوض الكريم في أمرك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد مرتبع علياء أن يشتغل القلب بالثنى على الله وتمجيده وتقديسه ويمتلع القلب هيبة له وإجلالا يمتلع القلب محبة وانجذابا يمتلع القلب ميلا إليه وتنع عما بذكر أسمائه وصفاته حتى يذهل عن مسألته هنا مرتبة عالية مرتبة كبرى مرتبة يبلغها أولئك الذين ذابت قلوبهم في محبته حتى غفلوا عن حوائجهم هنا ربنا يتولى الحوائج هنا ربنا يقم المسائل هنا ربنا يعطيك خير ما يعطي السائلين هذا النوع من الدعاء هو دعاء العبادة هو أن تذكر الله وتتأمل ليس المقصود أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا رؤوف ليس هذا مشروعا ليس المشروعا تكرر الأسماء دون طلب إن المشروعا تذكر هذه الأسماء على وجه تعظم به الله عز وجل كما تقول يا الله أسألك على سبيل المثال ثم تنهمك في مدحه والثنى عليه وتمجيده سبحانه بحمده عن أن تذكر حاجتك وهذا له نظائر يعني مثلا آخر سورة الحشر هو دعاء الله هو دعاء لله بأسماء الحسنة جل وعلا في مسألة هنا هل هناك مسألة في هذه الآيات هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور إلى آخر ما ذكر الله تعالى من تمجيده هل هنا مسألة ما في مسألة والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في مسألة هل قر اغفر لي ارحمني اعطني ارزقني لا إنما هو تمجيد وتقديس وتحميد وثناء على الله عز وجل هذا نوع من دعاء العبادة وبه يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة فإن إحصاء الأسماء يكونوا بعدها وهذا متبادر للمعنى لأن الإحصاء يأتي بمعنى العد وأيضا بعقل معناها والعمل بآثارها ومقتضاها فإن للأسماء آثارا ومقتضيات إذا امتلأ القلب بها سعد الإنسان غاية السعادة وفاز بقوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة أيها الأخوة والأخوات إن دعاء العبادة ودعاء المسألة يكفي عن السؤال كما قال الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك أي عطاؤك إن شهمتك الحباؤك أحيانا الإنسان في مسائله لمن لمن عرفوا بالكرم والعطاء من بني آدم ما يذكر الحاجة إنما يذكر ما عرفوا به من صفات حسنة كرم وعطاء وشهام وفزعه وما أشبه ذلك مما يتصف به بعض الناس ويكون هذا سببا للعطاء فكيف بأكرم الأكرمين كيف بأرحم الراحمين كيف بالحميد المجيد العظيم الجليل سبحانه وبحمد لا شك أن التعرض إليه بذكر أسمائه وصفاته يوجب الفضائل والعطايا وهنا نفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره من حديث أنس أن من قرأ آية الكرسي دبرة كل صلاة ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت الحديث في إسناده ما قال ضعفه بعضهم لكن على القول بصحته لماذا كان سببا لدخول الجنة بأن يقرأ آية الكرسي دبرة كل صلاة لأنه من دعاء الله بأسمائه وصفاته ومثله قل هو الله وحد تعديل ثلث القرآن لماذا تعديل ثلث القرآن لأنها ذكر لله بأسمائه وصفاته اللهم بلغنا معرفتك وارزقنا العلم بك وعننا على طاعتك واصرف عنا معصيتك واملأ قلوبنا بمحبتك وتعظيمك إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم فدعوه بها أستودعكم الله الذي لا تضعي ودعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة